اشتركوا في القناة اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن عجابه باللوحة الفنية التي قدمها أبناء المطوع والتي تم تصميمها عبر إعادة استخدام أغطية المشروبات الغازية والمياه المعدنية والتي حملت رسائل وأهداف وطنية وإنسانية من خلال ما احتوت عليه من تعبير جميلة امتزج فيها حب الوطن والولاء له واحتضان الوطن لجميع أبنائه وبخاصة ذوي الإعاقة مشيدا سموه بجهود أبناء البحرين وإبداعاتهم المتواصلة بمختلف المجلة والتي تعكس بشكل واضح ما يتمتعون به من قدرات وطاقات ومواهب والتي تشكل رافدا لعطائهم المستمر ومشاركتهم في تنمية وبناء المجتمع متمنيا سموه في الوقت ذاته لهم دوام التوفيق والنجاح لخدمة وطنين الغالي من جانبه وجه مطلق لمطوع شكره وتقديره الكبيرين لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مؤكدا أن مملكة البحرين اتخذت خطوات متقدمة في مجال الاهتمام والرعاية بذوي الإعاقة مثمن الجهول المتميزة التي يبدلها سموه في رعاية ودعم هذه الفئة المميزة والمبدعة من خلال المبادرات التي أطلقها سموه والتي ساهمت في احتضانهم وتطوير قدراتهم بما يسهم في إدماجهم في المجتمع ويكونون شركاء في تنمية وبناء المملكة وقد ألقى الشاب حسن مطلق المطوع الذي يشارك في البرنامج الصيفي التابع للبحرية الملكية كلمة أمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أعرب فيها نيابة عن إخوته بالشكر والتقدير الكبيرين لسموه مؤكدا أن فكرة تصميم اللوحة الفنية جاءت تعبيرا عن ولائهم وحبهم لمملكة البحرين وقيادته الحكيمة وللمساهمة في إبراز أهمية الاهتمام بإخوتهم وأخواتهم من ذوي الإعاقة ترجمة نانسي قنقر